أهلا بكم نهارده يوم مهم جداً ولقاء مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان لكن خلينا حكولكم قصة أنا متأكد أن ضيف العزيز نفسه يمكن ما سمعش عنها قد كده قصة مسيرة جداً عشان توريكوا قد إيه طقم الأسنان ده شيء؟ يعني مزعج وأنه أكيد أكيد زراعة هي القمة الآن في عالم طب الأسنان سنة 1960 كان يا مكان زمان في نادي اسمه إبلتوفت قابل نادي تاني اسمه نورجير أنا معرفش الاتنين دول عنهم أي حاج خلص غير أنهم موجودين في الدنمارك المباراة دي ذاكرت الكورة العالمية احتفظت بها لسبب بسيط جداً إبلتوفت دا نادي محلي كان متأخر قبل ثواني من نهاية المباراة والنتيجة أربعة ثلاثة خلاص الوقت الأصلي خلص الوقت الضايع كمان خلص وكانت المقابلة في طريقها للنهاية الحكم اسمه هنينج إيركستراب الحكم دا كان مستعد أنه هو خلاص هيصفر هو دا الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة الحكم رفع الصفارة وهو خلاص الوقت بص في ساعته وتمام التمام وبدأ يفكر أنه يصفر في اللحظة دي في اللحظة أنه هيفكر يصفر تقم سنانه وقع هو بيجري تقم سنانه تحرك من مكانه ووقع لما وقع هو معرفش يجيبه وفي نفس الوقت جاي يصفر فمش عارف الصفارة ما اشتغلتش لأن تقم السنان يبدو أنه لما وقع رابكه قوي ومقدرش يصفر بشكل كويس كان فيه ساعتها هجمة الوقت المفوت ينتهي خلاص فات كذا ثانية بدأ نص دقيقة تكمل وفيه هجمة جات للفريق الخسران ومن سوق حظ الحكم وحسن حظ الفريق أن الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة أن الوقت خلاص انتهي لكن مفيش ولا واحد يسمعه واحتفل العيبة والملعب كله لأنه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل والهدف خلاص احتفلوا وتبتع لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على أنه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما ييجي ولغى الهدف وطبعا الناس اعترضوا بشدة لعيبة الفريق اعترضوا بشدة والفريق الخاسر قدم الاتماس فعلا للتحاد الدنمارك لكرة القدم لكنه لم يقبل وتم التصديق على النتيجة أن الهدف ملغي وأنه الوقت انتهى والمشكلة كانت تطاق السنان اللي وقع قصة تبين لنا طبعا قد الإحراج قد ايه اللي أصيب بالحكم ده والوقت ده 1660 كان طبعا ما كانش فيه بداء الوزراء كانت ليسه اعتقد كانت في مهدها وكان معصم الناس بتلجأ إلى تقاطكم أسنان بس صبعا برضي ورينا قد ايه اهمال الناس في السن ده لأنه أكيد الحاكم ده مثلا كان عنده خمسين سنة أكيد ما كانش أكثر من كده كان عنده 52 سنة بس كان في الخمسين سنة ناس فقد سنانها كاملة وبتركب سنانه رغم انهم مرياضيين ده معناه ان في الوقت ده كان اهمال الناس في سنانهم اللي ما زال للأسف ومستمر كان كبير جدا نهاردة لقاء ممتع جدا أكيد زي ما قلتلكوا واحد من وجوم عالم طب الأسنان اللي بيبدع في حواره دائما إكسترا أوردينري خارج النطاق ودايبا بنسمع منه الجديد نهاردة حوار مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لأساس دكتور كاريم مكادي أنا لازم نروح الدكتور للأسنان عشان أعرف إيه مشاكل الزراع على الوقت تمت بسلام يعني خلاص أنا كده ولا فيه مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف يأكل حاجة ناشفق عشان فاطر الزراعية لا طب المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العبن دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السكتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عائرة ان المكان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حد الدكتور كاريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان اسمحوني الرحب بضيف العزيز بسوس دكتور كاريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو الجمعية لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهلا بيك دكتور كاريم من زي حضرتك الله يخليه سمعتها للقصة دي بكده أنا أم رأس ما عندها بس هي إنس فري انترستنغ طبعا هو في الوقت ده ما كانش فيه زراعات وما كانش فيه التطور ده فده بيبين لك قد إيه البنيان بيعاني من غير أسنانه الطبيعية اه طبعا أو من غير أسنان السبتة وياما مواقف تاني حصل ده في الحياة يعني مش شرف وفيه بقى اللي كان بيتجوز واسنانه وقعت وفيه اللي كان مشارك فيه فيديو يعني نفسي بيجيبهالنا في مرة تانية أوريك في لحظة الجواز دي ياما أطقم وقع كارثة بالزبط ومشكلة بقى إن مشاكل الأطقم المتحركة مش بس إن هي بتقع ومواقف مهرجة زي كده لأ المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش ما بيستطعمش الأكل ما إحنا عندنا سقف الحلق ده واللسان وحوالين اللسان كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا تمام؟ لما بنغطيها بالأطقم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم فهو ما بيعش زينا وبيأكل زينا وبيستطعم زينا يعني هو بيدوق أقل ما إحنا بندوق فطبعا حاجة مأساوية مأساوية جدا طبعا خلينا نروح لسؤال ناس كتير بتسأله لما يكون واحد معدوش عظم في الفاكة كويس كبر العظم تآكل هل الزراعة في الحالة تبقى مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدني ما تطورتش زي دلوقتي لكن دلوقتي الجرافتينج بون جرافتينج إن إحنا بنستعيد بعظم سواء صناعي أو عظم حيواني ده بندوق نرجع به العظم مرة تانية كان عندنا مشكلة إن الجيوب الأنفية طبعا لما إحنا بنخلع الأسنان ونقعد فترة من غير ما نعوضها اللي بيحافظ على حجم العظم هو الأسنان اللي جواه فالعظم بيبدأ يكش زي ما إحنا شايفين العظم هنا كاشش أهو عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فترة بدون أسنان ما بقاش في عظم في المنطقة دي فإحنا بنضطر إن إحنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعية بتاعته ساعات بنزرع مع الزراعية أو ساعات بنزرع عظمه ونستنى عليه وبعد ذلك نحط الزراعية هنا عندنا مشكلة الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية العظم بتاعها بيتآكل لتحتيها كله تقريبا مع فقطان الأسنان اللي تحتيه هنا إحنا رفعنا الجيوب الأنفية حاجة اسمها close sinus lifting إن إحنا بنرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح ما نعمفتح جراحيا يعني بمشرة وكلام ده عن طريق نقطة صغيرة بنرفع الجيوب الأنفية ونحط العظم فيش أي جراحة كبيرة خالص تمام وقدرنا نحط الزراعية بعد كده هنا في الصورة دي دي الصورة اللي هي كان فيها العظم المتآكل في الأول حطينا هنا العظم وبعد كده زراعنا فيه زراعية زي ما احنا شايفينه والزراعية نكحة بمشاء الله فقدرنا نعوض السنة المفقودة فإحنا النهاردة بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم أو رفع الجيوب الأنفية أو لو في الفك السفلي بننقل العصب الفك فيه ساعات تروح عند الدكتور يقولك ما ينفعش نزرعلك عشان عصب الفك زي هنا ده هنا احنا هنا بننقل عصب الفك اللي احنا مسكينه ده عصب الفك ودي عملية دقيقة جدا مش أي حد بيعملها دي أول مرة على فكرة نطلحها على الهواء دي ما حدش بيعملها كتير دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك هنا احنا بنفتح عليه بننقله لمستوى أوطى وبنزرع مكانه وبتبقى زراعات ناكحة ما شاء الله بدون أي مساس لعصب الفك ودي من أضاق العمليات فكل دي حلول يعني رفع الجيوب الأنفية ونقل العصب وزراعة العظم دي حلول عشان نعوض مشكلة فقدان العظم فإحنا النهاردة نقدر نقول إن إحنا ما عندناش مشكلة مع فقدان العظم في زراعة الأسنان لأن كل واحد إحنا كل الهدف بتاعنا إيه؟ إن كل واحد من حقه يعيش بأسنانه السبتة بقيت حياته فإحنا كل العلم شغال كل الدراسات شغالة وكل التكنيكس شغالة في السكة دي نقلوا العصب رفعوا جيوب الأنفية زراعة العظم بقيت الدنيا زي الفن التكنولوجيا خدمتكو عشان شكل أداء الرقمي؟ طبعا خدمتكو؟ طبعا بشكل كبير جدا أول حاجة يعني التشخيص السليم هو اللي بيقدي إلى الألاج السليم إحنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه أشعة مقطعية مثلا دي أشعة مقطعية دي لأ دي الأمني كام هنا إحنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مظبوطة للزراعات وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو ورا ده ويبدأ يتعامل تصميم للأسنان مظبوط لايق على الأسنان اللي موجودة حواليه وفي نفس الوقت بنفس الألوان فيه صورة اللي بعديها الجهاز ده من الأجهزة مستورة جدا الجهاز ده بيعمل إيه؟ ده بياخد لون السنين يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيها كتالوج فيه كذا لون ويبدأوا يختاروا هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بالكيرسي عالية جدا بدقة عالية جدا عشان ناخد البرفكت ماتش ناخد التجانوس التام ما بين الأسنان بتاعتنا زي ما حضرك شايف؟ اهو اللي تحت دي شاشة بتقولك إن التلت الأولاني من السنة لونه كذا التلت التاني لونه كذا التلت التالت لونه كذا فعلما تخش المعمل وتعمل لها design يبدأ يتعمل لها بلوكات مخصوصة بالألوان اللي هي طالع عندنا في المكان دي دي الرسم esas NOW يعني احنا عينك بتاخد مرة الجهاز بياخد مرة بدون ما يبقى فيه مؤسرات خلي بقى які الضوء مثلاً لو الضوء مش قبيض ناصع في صفار شوية هيبوز لك اللون انت بتختاره الجهاز ده بيدمن لك مية في المية ان اللون انت بتغضيه اصبوط سؤالي بقى الاجراءات اللي قبل الزراعة وبعد الزراعة مهم حاجة تحضير الشغل انا ده قلية جملة حديمة انا المقلف اهم من الشغل لزبط الشغل سنة 98 اول مرة قلفت الجملة دي مكانش لسه حد قلها اهم من الشغل لزبط الشغل عشان نصبط الشغل لازم الاول ننور نور القوضة الضلمة احنا دلوقتي داخلين القوضة الضلمة مش هينفع ان نقعد على الكرسي من غير ما ننور النور بننور النور عن طريق التشخيص التشخيص ده بتعامل عن طريق الاشعى المقطعية سلسائة الابعاد ايه اللي هي الاشعى المقطعية سلسائة الابعاد دي الاشعى اللي بتقطع لنا عظم الفك والاسنان للترنشات صغيرة نقدر نشخصها نعرف طول وعرض وصمك وكسبة العظم عامليني ازاي فنقدر نختار الزراعية بطريقة مصبوطة نقدر لو احنا ده في حالة الزراعة نقدر لو فيه اي مشكلة في اي سنة حتى لو تساوي الصغير نقدر نشوفه كويس نقدر لو فيه اعصاب accessory canals نعرف هي ماشية ازاي فنقدر نمشي بطريقة مصبوطة فطبعا يعني اهم حاجة ان احنا نشخص صح وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطولنا وصمكنا والكسافة بتاعتنا نبدأ نختار الزراعية بشكل مصبوط ونبدأ يمشي البروسيس بتاعنا ودلوقتي بقى فيه تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطة بدون اي حاجة من الحاجات دي اما نقطة بالليزر او عن طريق حاجة اسمها punch بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العملية كلها ده من ضمن الحاجات المهمة جدا هرجع تاني بقى لانحصار العرض خلي بقى لك يا دكتور ايمان في النقطة اللي فاتت كل ما بنقلل تروما كل ما بنقلل الشغل كل ما الواجع والالتهابات تقل بقى اي اجراء انحصار العظم دي هي حاجة مسعجة او او طبعا وفيه ناس كتير بتخلع وسنانها وتسيب المنطقة دي كنبلا الموقوطة احنا مجرد ما خلعنا وما عوضناش ايه اللي بيحصل مش بس العظم بتاعنا بيكش بيبدأ سبحان الله السنان بتاعتنا في حالة حركة كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد بما بداخل عدرس بتبدأ السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقة المفقودة بتبدأ السنان اللي قصدها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده الفيديو ده مهم جدا لانه هو بيبين للناس قد ايه مشكلة ان انت متعوضش سنانك المفقودة انت كده بتبوز بقى كله اه مس خلعنا وسبنا اطنشنا در حافل اه ادي الدروس بدأت تميل في الحتة الفاضية ده بيحصل فعلا ده بيحصل فعلا وعندنا مشاكل كتير بتحصل ده يجي مثلا بالمنظر ده يقول لي ازرع نبدأ نوسع سنة عشان نحط الزراعية تلاقي الدرس اللي قصده طول فتلاقي مشاكل كتير وخصوصا ان ده بيخلي الجدور بتاعتها تتكشف اللي بيبوز السنان اللي حواليها بعد كده ويبوز لك مفاصل الفك بعد كده لان انت بتاكل بطريقة مش مزبوطة ما هي زي المفصلات بالبلد دي انت محمل بطريقة مش ستاتيك مش ماشي بطريقة مزبوطة محمل ناحية اكتر من ناحية بتبدأ تبوز المفصل بتاعك زي ما احنا شايفين هنا شايف سمك العب مقل ده نتيجة انه هو كش عشان خلع ومعوضش كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقودة بتاعتنا مفصل مشاكل دي بتبقى في منطقة الخطورة على فكرة يا دكتور ايمان يعني تحت انت هتقول الدرس بوز في مشكلة يعني بالنسبة لي الدرس زي الدراع بس في ناس ما عندهاش هزي الأهمية مفصل فك لو بوز منخش في عمليات كبيرة جدا عشان خاطر اوابي بلغوا ضروف اتقضع وحصل ان ظلاج غضروفي من ظلاج غضروفي فبنبدأ نخش في مشاكل اكبر كتير من ان هو درس نعوضه فانت ليه بتستنى كلها مفصل فك في غضروف هو هيك تزلغ ضروفي هنا في الحالة دي الحلول ايه طيب يعني هلوقتي انا خلاص مفيش عظم هزر عظم ما احنا احنا طبعا يما احنا بنزرع العظم تمام يما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طالي ما هي بتبقى على حسب المنطقة عندنا في ناحية الجيوب الأنفية العظم تآكل لدرجة انه ما بقاش موجود تمام فانت عندك جيوب الأنفية لازم ترفعها فبنرفعها ونحط عظم تحتها نسيبه شوية عشان نعرف نحط فيه الزراعات بعد كده يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان العمارة تمام لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عظم حواليه ونحط الزراعات بتاعتنا منطقة تانية بنزرع العظم على طول وبعد كده نحط الزراعات في عندي بقى نايتميرز اللي هو بقى الكوابيس وقعد يجي يقولك أنا عندي كابوس وخايف جدا أنا عندي هنا في درس عق لمدفون هنا في ناب مدفون وهو بيعرف وفي ناس مش عارفة يعني انت ممكن برضو ودي فايدة الأشعة المقطعية تصل لكم بلا موقوطة لغم الأشعة المقطعية دي بتبين لك زاوية درس المدفون ده عامل ازاي هل هو طالع لبرة يعني في العظم من برة ولا من جوه واخد زاوية ولا الدنيا ماشي ازاي كل ما انت شفت أحسن هتعرف تخش بطريقة مصبوطة هتعرف تشيل درس العقل ده او درس المدفون ده بأمان لان احنا لو سبناه هعملنا مشاكل تاني هو على حسب زاويته ممكن يكون ضارب هنا احنا زي ما احنا شفنا اللي فاتت احنا ده درس شلناه وزرعنا عظم درس عقل كان مدفون زرعنا عظم وحطينا هنا في زرعية حطناها نشوف السورة الاولية اللي فاتت هنا فيه ايه بقى هنا هنا كان فيه تأكل في العظم هنا شوف طول ارتفاع العظم قليل جدا فاحنا هنا زرعنا كميات عظم كبيرة وبعد كده حطينا فيه زرعية اللي هي هتيجي في السورة التانية وبعد الراجل بيأكل زي الفل دلوقتي وزرعات جميلة اللي فوق ده العظم اللي احنا اللي زودناه ما كان العظم اللي هو اللي احنا حطيناه فيه زرعة لوحدها كده على دي دي الوحدة لسه ما تحملش دي لسه ما تحملش ما دي كانت يعني الاولانية كان فيه عظم موجود فاتزرعت التانية استنينا لما العظم يمسك عشان خطر نركب الزراعية بتاعتنا لكن يمكن التعامل مع درس العقل المدفون والنبل المدفون اه طبعا دي وبسهولة جدا دلوقتي بس اهم حاجة التشخيص اشعة مقطعية شوفنا وابعو ازاي طب ايه مشاكل درس العقل المدفون ده ده ممكن بعد كده اعمل حواليه اكياس دهنية كياس دهنية دي احنا بنخاف منها جدا ان هي بتقليب بحاجات مش كويسة بعد كده يعني بتتطور لحاجة اسمها اوكي سي اودانتجان الكيراتوسيست ده نوع من انواع الاكياس الدهنية التي تعامل معاملة الاورام يعني بتعامل معاملة الاورام يعني يوم ما بتيجي تتشيل بتتشيل بسيفتي مارجينز بتتشيل بحدود زيادة عشان خاطر تطلع بطريقة ايمانة مترجعش مرة تانية اكياس الدهنية دي ليه بتتسمى كده لن هي بتكبر بحاجة اسمها زي الصوابع كده تبقى داخلة جوة العظم فلما تشيل الكيس الدهني تفتكر ان انت خلاص كده تمام لكن الصوابع دي بتولد الكيس الدهني مرة تانية فاحنا ليه بنستنى الكلام ده كله لما نلاقي درس العقل مدفون لازم نروح عند الدكتور ونبدأ نشيله ونتعامل معاه هنا احنا عندنا ناب مدفون بص حضرتك هو مؤثر على السنان اللي حواليه فاحنا بدأنا نعمل تقويم عشان نوسع بتاعة اماكن الناب الناب ده مش ممكن ينزل بتقويم جراحي أبدا فدخلنا شلناه وبعد كده حطينا زراعات مكانه وبعد الدنيا زي الفل ده مهم اول هنا ده درس عقل اهو شوف حضرتك ده درس عقل شايف زاويته تدخل اكل ما بينه وبين الدرس اللي جنبه تسوس الدرس اللي جنبه فتفقد الدرس اللي جنبه وهنا لازم يتشيل ولازم يتعود طبعا بعض عندي مريض بيجيلك عنده مشكلة في شكل سنان واحد فلنفرض انهما تلاتة واحد تقوله انه هعمل لك تنظيف وطبيط واحد طبيط بس واحد تلات تقوله لا ده لازم اعمل لك بنير من ياخد ايه هقول له حضرتك حاجة احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر شكل حلو شكل حلو ايه هو الشكل الحلو سنان مرصوصة لونها كويس نسبة اللاسة اللي بتبان في الضحكة كويسة اللي هي الايدال بتاعها من 0.3 من 0 ل3 مليمتر من 0 ل3 ملي تمام ده اللي احنا عايزين نوصله هنا احنا المريض الفوق هو نفس السنان حضرتك لو بصيت مفيش تعديل كتير في السنان وهي كانت مبسوطة بعوجة السنة لناحية الشمال الفوق دي شايفة عدلالك هي مبسوطة بيها تمام وجميلة هي عايزة تنظف وتعمل شوية تبيض ده اللي احنا عملناها هولا زي الأمر بقت زي الفل من غير قصص كتيرة ماشي في حد تاني ممكن يبعنده سبيسيس عنده مسافات بين السنان مثلا فراغات 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 دي اما هنمشي في سكة التقويم لو ينفعلوا تقويم أو لو الفراغات دي كبيرة شوية هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برض جامد في السنان بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشرة بتبدأ تترصع السنان كلها تدينا صفة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي فاحنا هي الفكرة كلها احنا عايزين نوصل لإيه شكل السنان حلو فممكن نوصلوا بالطبيض بالتنظيف بفنيرز بتقويم ممكن بعندي دحكة لساوية دحكة لساوية دي لو هي صغيرة نقدر ننشيلها بالليزر أو لو مش صغيرة بنقدر نعمل حاجة اسمها اللي بريبوزيشن ان احنا بنقل فتحة الشفة بتاعتها عشان خاطر لما تتحك الشفة ما تترفعش الرافعة لتبين لنا اللاسة دي كلها ودي عمليات كلها سهل عندي ربع ساعة مثلا فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص لأ احنا على حسب كل كيس بنبدأ نطور ونبدأ نشوف ايه الاحسن له عشان خاطر نمشي عليه فيه سؤال بقى اللي عايزك تديله حق وقوب راح تقلط في الوقت انا معيك اشرحولنا لانه انواع الماتيريال دي خناء طبعا زاركونيا ولا ايه ماكس ولا برسولين انا هقول لها عدراك على حاجة دلوقتي الدنيا بقى فيها تطورات كتير جدا خلينا الخناء ما بين الزاركون والاي ماكس خليها على جنب شوية انا هدي لحضر لك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعة البيك والتيتانيوم ماش والحاجات دي كلها دي هي دا الليتست دلوقتي انا واحد كبير في السن خلع سناني بقى لي فترة طويلة جدا العضم تآكل في حاجة اسمها vertical dimension اللي هي المسافة من هنا لهنا لو انا عملتله السنان لو ادي عضم تآكل بشكل كبير السنان لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا ووزن الزركون عشان خاطر يتحط على الزراعات لو انا زرع له الفك كله فوق وزرع الفك تحت بعد ما فقط العضم هيبقى وزنها تقيل جدا على الزراعات فبنبدأ نخش دلوقتي على حاجة اسمها peak والتايتينيوم باش ايه دول عبارة عن ايه؟ بنعمل شاسي معمول من مادة اسمها peak الشاسي دا بيبقى طالع منه صوابع الصوابع دي بيبقى دي دي مرحلة من مراحل المقسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تطربت بمصمار بيبقى طالع منه صوابع 14 هكيناها 14 سنة ودرس مبرودين وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان دي بحجمها صغير ونبدأ نجمل اللاسة الكلام ده كله بياخد ألوان معينة دي كلاسة طبيعية فانت كده عوط الـ vertical dimension بوزن خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي ده وضع الـ peak وضع التايتينيوم هما الاتنين هما بيقوموا بالشكل ده زي ما حدوك شايف هنا هتلاقي أخرام أماكن المصامير اللي بتطربت في الزراعات انت هنا عملت التركيبة ده الشاسية بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده سنين وبعد كده يتكسى اللاسة بتاعتنا بشكل حلو ودي الأماكن المصامير اللي بتطربت في الزراعات اللي احنا مسبتينها فوق المواد سؤالي هل المريض يشغل دماغه بالفرقات بين المواد؟ ومهم جدا أنه يفه يفه لازم تعرف انت اللي موجود فوقك ولازم تعرف مدى قوة اللي انت حطه ده كسترانس يستحمل المضغ بتاعك كوزن على الزراعات اللي انت حطتها يعني أنا للوقت لو حملت أوزان زيادة على زراعاتنا ايه اللي هيحصل؟ نفس فكرة العمارة أنا عملت العمارة 20 دور والأساسات بتاعتها 5 دور تستحمل 5 دور ايه اللي هيحصل؟ هتنهار نفس الكسة فإحنا عايزين أوزان خفيفة عشان الزراعات بتاعتنا تعيش طول حياتك فكل ما احنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسي اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا تمام؟ أقل من وزن انه هو يبقى كلها زركون وبتدينا صلابة عالية جدا هنا في الحالة دي الحالة دي حلوة جدا الحالة دي احنا هنا زراعنا الزراعات بتاعتنا من غير فتح جراحي خالص ودي كانت إميديت 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 إمليت إميديت إميديات إميديت 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 إلودينج إحنا فتحنا كل ده يعني اللي فوق ده ده بعض العملية على طول وتحت ده بعد إياه بأربع خمسه أيام بقى الراجل باستنين وكامله بس هنا بش اي حد ينفع يتعمله زراعة فورية لازم عندي الميديا او المكان المهيئ ان احنا نزرع زراعات دي عندي عظم كويس عند صحة كويسة عظم كويس يعني ايه عظم كويس يعني طول وعرض وصمك وكسافة صحة كويسة لو عنده سكر يبقى كنترول لو عنده اي امراض مزمدة هتبقى معمول لها سيطرة كويسة وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط والدنيا زي الفل اللاسة اللي تحت دي دي لاسة صناعية معمول على بيك بقى نهيب طبيعية جمدة جدا سنان زي الفل مرصوصة نفس اللون الطبيعي نفس الشكل بتاع اللونه هو الطبيعي جمان بزبط كده او بزبط دي نقطة مهمة جدا ما جيبش حد اصمر اوي اعملو سنان فتحة اوي ومعملوش لسة مش مطابقة اللون لسة ومعملش لسة مش مطابقة اللون لسة بتاعه صح مصبوط ماشيين مع بعض ده في حوالي 38 درجة لون بتتخلط عشان خاطر تدينا اللاسة بتاعتنا دي 38 درجة 38 لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورماضي وموف فيه ألوان بدرجاتها كلها يعني البمبة حتى ليه مثلا فيه عشر ألوان بمب اه طبعا البنات عارفين الكلام ده اه هم عارفين ده البنات 3 ده سيمو ده بربو ده لالله كمو احنا بالنسبة للأحمر نورته أبدعت ريف العزيز واحد منكم حلام الأسنان طبعا دكتور كريم مكادي استشارت زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو الجنجرس الأمريكي لزراعة الأسنان كان مبدعا في حواره في الدكتور في 2021 أو 22 هل ممكن ان يوجد في مكان في العالم في مصر صاحبة التقدم والرياضة في عالم طب الأسنان اسمه ان حد كده مش دكتور يبقى فني ولا اي حاجة أو هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركيبات جهزة يخرملك بشنيور ويركيبلك سنة كده في مكان ما تحت اي ظرف من الظروف يا اخي لو معكش فلوس خالص كلية الجامعات فيها فيها لنها فيه سوبرفجن عالي من الدكاترة منها على الكفاءات جدا 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 الدكتور المصري ما فيه زيه حتى الشباب مش شرط يكون كبير وخبرة لا ممكن يكون شاب لسه بس عنده الخبرة وعنده سوبرفجن هيكون عنده الانفكشن كنترول البكان دي مش تقعد في مولد ولا تقعد في حكتة ولا تقعد في تجمع تعمل حاجة زيدي ما نفعش خليكم مع الدكتور